ثم أحبائي منشوف في لوقا سبعة إنه يسوع بيدخل بيت واحد من الفرسيين وبعدين أجت امرأة عم بتتوب وعم بتبكي وبللت رجلين يسوع بدموعها ومعها قرورة طيب وابتدأت تقبل رجلين يسوع وتمسح رجلين يسوع بشعرها كان في ردة فعل من طبعا الفرسي قال لو كان لاحظ الكلام لو كان هذا نبيا لعالم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي حكم عليها إنها خاطئة على طول يسوع العالم بكل شيء يتكلم وقال له يا سمعان عندي شيء أقوله تكلم عن مثل عن مدين دين واحد بخمسمية خمسمية دينار والتاني بخمسين بعدين سامح اتنين قال له مين سامح أكتر؟ قال له طبعا الأكتر قال له بالصواب أجب بعدين هنا بيتكلم بلغة العتاب بتقول له أما هي غسلت رجلية قبلت بالطيب رجلية بآية 27 بقول من أجل ذلك أقول لك قد غفرت ما هو من يقدر أن يغفر الخطايا لماذا يعني يتكلم بتجديف قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا ثم قال لها اسمع مغفورة لك خطاياك فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم مش علنا من هذا الذي يغفر خطايا أيضا فقال للمرأة إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام واو فإذا أحبائي هو قال لو كان هذا نبيا رد فعلة المسيح أن هذه المرأة أحبت كثيرا غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا في أمثل كثير عن غفران المسيح لا يسعنا الوقت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر